موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم مشاهدين الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج كشك الصحافة نطالع فيه أهم وأبرز ما قالته المواقع الأخبارية اليمنية والصحفة العربية الصادرة لهذا اليوم والبداية من موقع عدن الغد والذي عنوان في صفحته الرئيسية وفات فتاتين إثر غرقهما في بحيرة مياه في المضاربة بلاحج وقالت التفاصيل لقيت فتاتين مصرعهما إثر غرقهما في بحيرة مياه بمنطقة الدولة بمدرية المضاربة رأس العارة بلاحج وقال شهود عيان لألعدن الغد لفتاتين حاولت الدخول إلى أطراف البحيرة لاستقي الأغنام ما تسبب في غرقهن على الفور ومن عنوين الموقع من حضر موت سكان محليون قوة أمنية تقوم بعملية مداهمة لمحلات ومنازل مشبوهة بالمكلة ومن عنوين الموقع أيضا لماذا تأخرت السلطة المحلية بلاحج في البدء بإجراءات عادة إعمار ما تضرر أثناء الحرب بمدريتي الحوطة وتبن ويقول الموقع أيضا موقع عدن تايم قال في أحد عنوينه الكشف عن الجهة التي كان يستهدفها انتحاري المكلة وفي التفاصيل كشفت مصادر موثوقة عن حصولها على معلومات تؤكد أن انتحاريي المكلة كانوا ينون استهداف الميناء وقيادة المنطقة العسكرية الثانية في حضر موت ومن الموضوعات أيضا التي تناولها الموقع متحدث باسم السلطات في عدن لا صحة أو لربط صرف المرتبات بتزديد فواتير الكهرباء في والمياه وعنوان في ذات الموضوع أيضا عدن مؤسسة الكهرباء تدشن حملة فصل التيار عن الممتنعين عن السداد ومن العناوين أيضا لحج حملة توعوية بالانتهاكات الست اليمن بين تبدلات سبتمبر تحت هذا العنوان كتب أحمد عبد الإله مقاله المنشور في صحيفة القدس العربي وقال الكاتب الاقتراب من صنعاء ربما سيكون مؤشرا معنويا للاقتراب من عواصم أخرى ما تزال على عتبة مجاهل كارثية ولو بأشكال مختلفة وإذا ما تم تسجيل نصر مؤزل الحقيقي على أبواب العاصمة اليمنية وتمت استعادة دورة الحياة فيها بشكل طبيعي فإن العالم من شرقه إلى غربه سوف يسجل تاريخا جديدا في الشرق الأوسط شاء أم أبا ويعتبرها بادرة تاريخية تدشن تغييرا استراتيجيا في نظرة وسياسات الدول الكبرى تجاه المنطقة العربية التي تعتبر من وجهة نظر غربية حتى اللحظة مركز صراعات أرهق العالم وصدر له الشقة وظل عالة على التدخلات الخارجية التي في الحقيقة لم تحمل يوما أي حلول للمنطقة بقدر ما أضافت إلى أزماتها تعقيدات ومآسي لا حصر لها وبغض النظر عن طبيعة الصراع والاستحقاقات السياسية إلا أن دلالات استعادة صنعاء تفوق معانيها الداخلية خاصة إذا تم إرساء سلام دائم وأنتج اتفاقات استراتيجية تضمن حل المعضلات الداخلية من دون أن تترك بقعا سوداء تعيد تنشيط فوهات البواريد ودورات الدم في المستقبل سبتمبر صنعاء ليس له أي نصيب من كل ذلك لأنه يحمل مصادفات حقيقية فسبتمبر المقبل هذا العام يتوقعه منظرون في القراءات الاستراتيجية لمسار السلم والحرب في اليمن بأنه سيكون سبتمبر جديدا بدورته الصادمة وسيحمل مشروع حسم الصراعات لصالح استعادة الدولة اليمنية إيدانا بفتح مسارات سياسية ربما تكون مختلفة عن سابقاتها لأنها سوف تنطلق بدايات جديدة وتحمل معها خريطة واضحة للتوازنات وتفاهمات حول شكل الدولة وآفاقها المستقبلية موقع تغيير نت تابع موضوع قرب امتحانات شهادة الثانوية العامة وعنوان الإعلان عن موعد بدء توزيع أرقام جلوس طلاب الثانوية العامة يقول الموقع أقرت اللجنة العليا للامتحانات التابعة لوزارة التربية بصنعاء والخاضعة لسلطة الحوثين إصدار أرقام جلوس طلاب الثانوية العامة وتوزيعها ابتداء من الأربعاء المقبل على أن يتم تحميلها في الموقع الإلكتروني للوزارة أوضحت وكالة سبل يمنية الواقعة تحت سيطرة الميليشيا أن اللجنة أقرت أيضا تشكيل لجنة مصغرة لتذليل كافة الصعوبات التي قد تواجه سير العملية الامتحانية على أن يتم البدء بتشكيل اللجنة المساعدة المنبثقة عن اللجنة العليا للاختبارات بما يكفى الإنجاح العملية الامتحانية ومن العناوين أيضا الكويت اثنين الحوثيون يتحدون الإرادة الدولية وولد الشيخ يتمسك بالمرجعيات إلى موقع الموقع بوست والذي تابع أحد الموضوعات وعنوان المواطن بعمران يكتشف جثة ولده بالمستشفى بعد أن سلمه الحوثيون جثة وهمية من قبل ووفقا للموقع بوست تفاجأ أحد المواطنين من أبناء محافظة عمران بوجود اثنين من أبنائه في ثلاجة الموتى بالعاصمة صنعاء بعد أن قام الحوثيون بخداعه ودفن جثة وهمية على أنها جثة أحد أبنائه قبل ثلاثة أشهر وأوضحت مصادر محلية للموقع بوست أن المواطن عبدالله عسرة تعرض للخديعة من قبل الحوثيين الذين قاموا بدفن جثة وهمية على أنها جثة أحد ولديه الذي قتل أثناء مشاركته في القتال إلى جانب الجماعة قبل ثلاثة أشهر في تعز وقالت المصادر أنه قبل ثلاثة أشهر قتل الشاب وحينها أصر والده على رؤية جثة ولده ما دفع ميليشي الحوثي إلى أحضار جثة وهمية على أنها جثة نجله وقاموا بدفنها وإقامة العزاء بين الإنقلاب الناجح والفاشل تحت هذا العنوان كتب الرئيس التونسي السابق منصف المرزوقي مقاله المنشور في الجزيرة نت وقال المرزوقي ليلة الثالث من يوليو تموز عام 2013 سهرت إلى الصبح أتابع لحظة بلحظة تطور الأحداث في مصر ونجاح الإنقلاب على الرئيس الشرعي محمد مرسي في الغد ذهبت إلى مكتبي في قصر قرطاج ومنه إلى المطار لاستقبال فرانسوا هولاند في أول زيارة رسمية له لتونس وفي القلب شعور متعظم بأن مصر ستدخل في نفق مظلم وتونس كذلك فالعملية المصرية كانت تحمل بصمات غرفة العمليات الدولية التي تكلفت بمهمة إجهاض الربيع العربي وكنت واعيا بأن مصر هي البداية وليس النهاية كنت شبه واثق أن الدور الآن على ليبيا وعلى تونس وأنني قد لا أنهي الصيف رئيسا لتونس وفعلا تم في يوم 25 يوليو تموز اغتيال النائب محمد البراهيمي وانطلقت الآلة الإعلامية الجهنمية لتحرض الشعب وحتى الجيش على قلب نظام الحكم الشرعي المنبثق عن انتخاب المجلس التأسيسي في 23 أكتوبر 21 عام 2011 لحسن الحظ فشل المخطط بفضل وطنية الجيش وانضباطه ورفض التونسيين الإنسياق وراء الغوغائيين وأيضا نتيجة ما قدرت عليه مع الحكومة من إجراءات لمنع تونس من أي انزلاق والإبقاء بها إلى آخر لحظة داخل المنظومة الديمقراطية بعد تونس عملت غرفة العمليات الدولية بكل حرص على الملف الليبي واليمني والسوري لإغراق كل هذه البلدان في الدمار والدم هكذا عشنا بين صيف عام 2013 وصيف 2015 مراحل تصفية ثورات الربيع العربي وتبخر كل آمال الشعوب العربية وهي تحت وطأة الدرس القاسي التي كانت غرفة العمليات تريد تلقينه الاستكان والخضوع وإلا نسقط السماء فوق رؤوسكم ما أشبه الليلة بالبارحة ولكن أيضا كم تغيرت الأمور موقع المصدر أونلاين عنوان في صفحته الرئيسية الجبير الحل في اليمن يجب أن يستند إلى القرارات الدولية وتعاوننا وثيق مع المبعوث الأممي قال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير أن الوضع الإنساني في اليمن يعنينا كثيرا وأن الحل في اليمن لا بد أن يستند إلى القرارات الأممية وأضاف الجبير خلال مؤتمر صحفي في العاصمة البلجيكية بروكسل على هامش الاجتماع الوزاري الخليجي الأوروبي مع الممثل العليا للشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي أن الحل في اليمن يجب أن يستند إلى القرارات الدولية والمملكة العربية السعودية تتعامل مع المبعوث الأممي للأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد بشكل وثيق فالوضع الإنساني في اليمن يعني المملكة كثيرا موقع يمن مونتر تابع استمرار ميليشي الحوثي في اختطاف أبناء الحديدة وتعذيبهم وعنوان الموقع الحوثيون يختطفون تربويون أو تربويين أثناء اثنين في الحديدة غربي اليمن وقال سكان محليون ليمن مونتر أن مسلحين حوثيين وشيخا قبليا مواليا لهم اختطفوا اثنين من العاملين في السلك التربوي في بلدة جبر رأس بمحافظة الحديدة أثناء تواجدهما في سوق قرية القهرة واحتجزوهما في سجن خاص بالمسلحين وأضاف السكان أن عملية الاختطاف تمت من قبل الحوثيين خلال قيام التربويين عبد علي محرم جيلان وعبد الملك القاضي باستلام رواتبهما من مكتب البريد بالمديرية وأقد السكان أن الشيخ المطواطئ في عملية الاختطاف يعرض على أهالي المختطفين دفع مبلغ أو مبالغ مالية كبيرة كفدية من أجل إخراج ذويهم ويهدد بإخفاءهم في حال لم يسارعوا بدفع الفدية ويتابع الموقع يواصل الحوثيون منذ سيطرتهم على العاصمة الصنعاء في سبتمبر من العام 2014 تنفيذ عمليات اغتطافات ضد معارضيهم في الوقت الذي يتعرض له مختطفون في سجونهم للتنكيل والقمع والإخفاء القصري وفقا للمنظمات محلية ودولية معنية بالحقوق والحريات قبل مطالعة أهم ما قالته الصحف العربية الصادرة لهذا اليوم نذهب إلى فاصل قصير ابقوا معنا نعود الترحيب بكم مشاهدينا ونصحبكم في جولة الاستعراض أهم ما قالته الصحف العربية الصادرة لهذا اليوم والبداية من صحيفة الشرق الأوسط والتي تابعت الشأن السياسي وعنوانات الحوثيون ينقلبون على ولد الشيخ ويرفضون تزمين المشاورات وفحواها وقالت التفاصيل رفض وفد الانقلابيين للكويت مقترحات إسماعيل ولد الشيخ أحمد مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن الخاصة بحل الأزمة اليمنية التي ركز فيها على البدء بالجانب العسكري والأمني والإنساني وتؤكد الشرق الأوسط أن وفد الميليشيا يواصل تحدي الإرادة الأممية التي قضت بأن مشاورات الكويت 2 ستستغرق فقط أسبوعين وهو ما أعلنه المبعوث الأممي الذي التزم أيضا للشرعية بجملة التزامات ووافقت على إثرها للحضور إلى المشاورات بعد رفضها للخروج عن المرجعيات الثلاث وتتابع الصحيفة أبلغ الوفد الانقلابي إلى مشاورات الكويت مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن رفضهم للمقترحات التي قدمها لهم المبعوث البارحة معتبرين ذلك تغيرا في موقف الأمم المتحدة وكان المبعوث الأمم الدولي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ دعا أطراف النزاع اليمني إلى أخذ قرارات حاسمة خلال المفاوضات التي استؤنفت بينهم برعاية الأمم المتحدة محذرة من أنها قد تكون الفرصة الأخيرة لتحقيق السلام وأوضح ولد الشيخ أن هذه القرارات ترتكز بشكل رئيس على قرار مجلس الأمن 2216 والقرارات ذات الصلة ومبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلية تنفيذها ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني صحيفة عكاظة السعودية تابع تطورات مشاورات الكويت وقالت في أحد عنوينها الإنقلابيون يعيدون مشاورات الكويت إلى المربع الأول وتقول الصحيفة أن رئيس وفد الحوثي أعاد المفاوضات إلى نقطة الصفر مجددا بعد إعلانه عدم الموافقة على اشتراطات الوفد الحكومي على أجندة مشاورات الكويت ووفقا للصحيفة فقد فسر مراقبون يمنيون هذه التصريحات بأن الإنقلابيين يريدون الشراكة السياسية في الحكم قبل تنفيذ بنود القرارات الدولية بالانسحاب من مؤسسات الدولة وتسليم السلاح والمدن والعودة إلى ما قبل 21 سبتمبر 2014 واعتبروا أن رفض الميليشيا لمطلب أو لمطالب وفد الشرعية التي حصل عليها كتابيا من الأمم المتحدة وبناء عليها عاد إلى التفاوض يعكس نوايا الإنقلابيين في إضاعة الوقت مجددا وأفاد نائب عضو لجنة المشاورات الحكومية عبد العزيز جباري أن جلسات المفاوضات لم تبدأ حتى اللحظة وقال في تصريح إلى عكاب لم يحدد بعد موعد عقد جلسات اللجان وإن كنا نتوقع أن تبدأ اليوم وفي محاولة جديدة لإنقاذ الموقف التقى المبعوث الدولي وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح الخالد الصباح للتشاور حول مسجدات الموقف صحيفة الحياة اللندنية بدورها أيضا نقلت عن متابعين للمشاورات اليمنية في الكويت قولهم إن بيانا أصدره الإنقلابيون يعني أن الحوثيين يرفضون جدول الأعمال المعلن من قبل المبعوث الأممي إسماعيل ورد الشيخ ويتمسكون بالتوافق على مجلس رئاسي وحكومي شراكة يعني حكومي وشراكة وطنية قبل أي اتفاق حول الجانب الأمني وهذا حد وصف المحللين خلافا للمرجعيات المعلن عنها للحوار وهي قرار مجلس الأمن رقم 21216 والمبادرة الخارجية ومخارجات الحوار الوطني وما يترتب على ذلك من إنهاء الانقلاب وانسحاب المسلحين وتسليم الأسلحة وعودة مؤسسات الدولة قبل الحديث عن المسار السياسي ميدانيا تقول الصحيفة الحياة إن القوات الحكومية واصلت تقدمها في جبهة نهم ومأرب وتعز في ظل مواجهات مع المتمردين خلفت قتلى وجرحة كما استهدف التحالف مواقع المتمردين في نهم والسرواح والجوف وتعز وكثف ضرباته على تجمعاتهم في المديريات الحدودية بمحافظة حجة استئناف المفاوضات اليمنية تحت هذا العنوان كتب جاسر عبد العزيز مقاله المنشور في صحيفة الجزيرة السعودية وقال الكاتب وفد الحكومة الشرعية لم يلتحق بالمفاوضات إلا بعد الحصول على رد مكتوب من المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد الذي عليه أن ينجز خلال الأسبوعين المقبلين بنود الحوار الستة وسيكون أمام المبعوث الأممي التزام سيتابع من قبل الرئاسة والحكومة اليمنية الشرعية والدول المضافة للمفاوضات وعليه أن يحدد المعرقل وتحميله المسؤولية لأي طرف لا يلتزم بالتنفيذ الصالم بالمرجعيات عودة المفاوضات هذه المرة والمحكومة بسقف زمني محدد لن تكون فسحة للإنقلابيين لاستثمارها على الأرض وتعزيز أوضائهم القتالية لأن قوات التحالف العربي والجيش الوطني والمقاومة اليمنية لن تكون مسترخية وستواصل عملياتها لتكون جاهزة لاقتحام صنعاء والمدن الأخرى التي يسيطر عليها الإنقلابيون عند انقضاء فترة الأسبوعين دون أن يتحقق ما تسعى إليه المفاوضات في المرحلة الثانية وعندها لن يكون أمام الشرعية والتحالف العربي سوى خيار الحسم بعد أن أعطى المبعوث الأممي كل الفرص الممكنة وبعد تزايد مناشدة اليمنيين وطلبهم تخليصهم من تسلط الإنقلابيين صحيفة الخليج الإماراتية عنونت أيضا إرهاب القاعدة يضرب المكلة بتفجيرين غادرين وتقول الصحيفة أعلنت قيادة المنطقة العسكرية الثانية في الجيش الوطني اليمني مقتل ستة جنود وجرحي ثمانية عشر آخرين في هجومين إرهابيين منفصلين بسيارتين مفخختين غربية مدينة المكلة عاصمة محافظة حضرموت فيما شكلت لجنة تحقيق في العمليتين كما قتل في الهجومين أيضا أربعة مدنيين على الأقل بينما عثرت قوات الشرطة اليمنية على مواد شديدة الانفجار وألغام وقذايف مختلفة وأجزت تحكم خلال مداهمتها منزل قياد بارز في تنظيم القاعدة بمحافظة لحج وقالت المنطقة العسكرية الثانية ومقرها المكلة في بيان صادر عنها تلقته الخليج نسخة منه أن عناصر إرهابية غادرت أو غادرة قامت في تمام الساعة السادسة وعشر دقائق بمهاجمة نقطة عسكرية في كل من منطقتين الغبر وبروم حيث تمت مهاجمة نقطة الغبر بسيارة عازلة مفخخة فيما تمت مهاجمة نقطة بروم بحافلة مفخخة وأضافت أن أفراد النقطة تمكنوا من تصدي لسيارتين المفخختين وأجبرهما على عدم اشتياج الحاجز الأمني في الموقعين مشاورة السلام اليمنية في الكويت حول هذا الموضوع عنونة صحيفة البيانة الإماراتية الانقلابيون ينسفون مشاورة السلام اليمنية وفي التفاصيل تقول الصحيفة نسف الانقلابيون جهود السلام التي تبذلها الأمم المتحدة وتراجعوا عن التزامهم بتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي بالانسحاب من المدن وتسليم الأسلحة متمسكين بمطالب تشكيل مجلس رئاسي وحكومة شراكة قبل الانسحاب وقالت مصادر في فريق المفاوضين عن الجانب الحكومي للبيان إنهم فوجؤوا بتراجع الانقلابيين عن التزامهم بتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 والتفاهمات التي تمت مع المبعوث الدولي بشأن البدء بتنفيذ المراحل الأولى من الخطة الأمنية والتي تنص على تشكيل لجنة أمنية وعسكرية تتولى الإشراف على استلام العاصمة وميناء الحديدة ومدينة عمران وجمع الأسلحة على أن يعقب ذلك مناقشة الملف السياسي إلى صحيفة العرب الجديد والعنوان الأول ولد الشيخ يلتقي لجنة المعتقلين واجتماع مرتقب مع دبلوماسيين وقالت الصحيفة عقد مبعوث الأمم المتحدة لليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد لقاءاً هو الأول من نوعه بفرق أعمال لجنة السجناء والأسرى والمعتقلين المبثقة عن مشاورات السلام وأفادت وكالة الأنباء الكويتية كونا أن المبعوث الأممي ناقش مع فرق العمل خطة عمل اللجنة بهدف إطلاق صراح جميع الأسرى والمعتقلين لدى جميع الأطراف اليمنية في أقرب وقت ممكن لا سيما بعد التقدم الذي تحقق مؤخراً في هذا الملف الإنساني إلى ذلك كشفت الوكالة عن أن من المنتظر أن يلتقي ولد الشيخ أحمد في وقت لاحق عدداً من الدبلوماسيين لإطلاعهم على تطورات الأوضاع في اليمن والجهود المبذولة من أجل التوصل إلى حل سياسي شامل ونهائي للأزمة اليمنية وصلنا إلى ختام حلقة هذا اليوم من كوشك الصحافة إلى أن نلقاكم نترككم في أمان الله وحفظه متابع معاً مجموعة من رسوم الكاريكاتور ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر